يا مساء الخير يا مساء الفل يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة القناة الأولى وبرنامجكم يحكى أن موسم جديد وحلقات جديدة وموضوعات جديدة أنا إمام مختار ومبسوطة جدا أن أكون معاكم في كل المشاكل الاجتماعية والنفسية اللي احنا دايما بنعليجها في برنامجنا تعالوا مع بعض على طول ندخل في موضوع الحلقة بقالنا فترة كده عملين نشوفها على السوشيال ميديا فيديوهات كتيرة وغريبة وعجيبة كل مفتح ألاقي فيديو بيكلم على الإتيكات قوليلي يا ستي بتقوليلي إيه إزاي ألبس وإزاي أعمل وإزاي أنزل وإزاي معرفش وإزاي بالليل أبقى لبسة إيه وهي لبسة كتة أصلا بالليل ولبسة شورت وما ينفعش بالليل في المكان داي تلبس ده أول مش مهم دي مش فهمة أخرج على فيديو تاني ألاقي إتيكات الكلام ولا إيها بتتكلم طريقة غريبة جدا وصوتها عالي وفي ألفاظ غريبة بتقولها أروح قفل الفيديو ده إتيكات معرفش لما تقابل حد غريب لأول مرة فيديوهات كتيرة قوي عن الإتيكات وفن الإتيكات أنتو عارفين إن الإتيكات ده فن والدراسة يعني زمان أهالينا كانوا بيتعاملوا بالإتيكات بس إحنا ما كناش لو عارفين ولا هم واخدين بالهم إنه هم بيتعاملوا بالإتيكات كم واحدة فينا دلوقتي ست وأمه ومخلفة إرجعها كده بالذاكرة وإنت صغيرة هتلاقينا كده أنا أفتكر مثلا ممتي وإحنا قاعدين في أي مكان أو عندنا ضيوف في البيت وأنا قاعدة برحتي بقى كده على الكنبة بنت لم يرجلك وحاديك وعيز ده إتيكات لما يجي مثلا بابايا قاعد مع ناس قريبي أو ناس صحابه أو أو ناس في شغل وإحنا موجودين أنا لما كنت أدخل أقطع الكلام وأطلب طلب أو عايزة المصروف أو عايزة فلوس أو عايزة أجيب حاجة فكنت بتضرب وكن بيزغولي زغرة اللي هو يعمل لي كده وبعد ما الناس تمشي قال إيه بقى جايبني ده برضو إتيكات خلي بالك بس الناس كنت بتعملوا زمان بالفترة ما يفعش أبقى قاعد مع ناس وتدخلي وتقطع الكلام ولما الكبير يتكلم الصغير يسكت الحاجات اللي تربينا عليها العادات الحلوة واللي هي الإتيكات المصري العادات اللي هي دنا أصلا بيتكلم فيها انتوا عارفين إن كتب كتير جدا في الإتيكات طلع ومستوحى من الدين الإسلامي والأحاديث الشريفة تخيلوا يعني دنا إحنا الإسلامي بيتكلم على كل أصول الإتيكات وإزاي الدلقة ودقاء الدين الإسلامي والدين المسيحي كمان ففن الإتيكات بقى دراسة وبقى يعرف الناس أكتر إزاي نتعامل مع حياتنا لأن الإتيكات في الآخر هو إسلوب حياة إسلوب حياة سواء للصغيرين سواء سن المراكسة سواء للكبار إسلوب حياة قدر أتعامل بي أنا كستة أتعامل بي مع جوزي أتعامل بي مع حماتي أتعامل مع ولادي إزاي أغرس فيهم إزاي سلوكيات صح؟ أتعامل في شغلي صح؟ أتعامل مع الناس حتى الغريبة اللي بشوفها في الشارع والمشاكل اللي بتقابلني إزاي دفن الإتيكات بلاش تبقى نظرتنا ديقة ونسيب كل صح ونمسك في الإتيكات على إنه ألبس إيه وملبس إيه أكل إيه وماكلش إيه يا سلام أنا هستفيد إيه من فيديوهات إن أنا إزاي أكل الحمام الحمام بالشكة والسكينة هستفيد أنا إيه بقى كإيمان إن أنا أعرف أكل الحمامة بالشكة والسكينة لأ ولا إيه إزاي تاكل محش الكرومب بالشكة والسكينة إتيكات المحش يا ست المحش بنأكل المحش عادي فاسبكم من الفيديوهات اللي هي يعني بتخلي الواحد خلقه دي وبتعلي ضغطه لأ الإتيكات بقى لو عايزين نتكلم في الإتيكات نتكلم إزاي في الإتيكات الصح إزاي في حياتنا سلوكيتنا مش بس أكل إيه وماكل شي إيه واشرب إيه وما أشرب شي إيه الإتيكات بقى حالوته إن إحنا نبتدي من الأول من وإحنا صغيرين ولادنا وهم صغيرين فحبينا نفتح الحلقة النهاردة بإتيكات معمول للأطفال والمراهقين إزاي أتعامل مع ولادي وإزاي أتعامل مع بنتي أو ابني في لحظة المراهقة أو في سن المراهقة